هل هي حرب لا أحد يعلم كيف ستنتهي؟ هل هي ستعيد رسم حدود أوروبا كما يقال الآن في القارة العجوز؟ أم هي مجرد ربما إظهار للقوة العسكرية الروسية من أجل تجريد أوكرانيا؟ من أي حلم يتعلق بالانضمام إلى النيتو أن تشكل ربما شوكة في خاصرات الاتحاد الروسي؟ صحيح تدخل الروسي في أوكرانيا سيعيد رسم الحدود على المستوى المنطقة الشرقية لأوروبا على اعتبار أن هناك هدفين هناك هدف على المستوى على المدى المتوسط وهدف على المدى الآن لا أتحدث عن أهدف على المدى البعيد هي معروفة وربما سنتحدث عنها لاحقا من خلال تدخول هناك الهدف الآن المعلن هو ضرب البنية التحتية لجيش الروسي هو الشل كما يقال غرف القيادة والسيطرة على المستوى لجيش الروسي هو بطبيعة الحال ضرب النظام السياسي الداخلي لأوكرانيا ضرب النظام أم تغييره؟ ضرب النظام من الداخل في اتجاه تغييره بطبيعة الحال وكما قلتم هناك أهداف معينة نتيجتها المباشرة في حال نجاح ولا أعتقد أنه لن ينجح في هذا التدخل بمعنى أنه سيحقق الأهداف التي أعلن عنها وأعتقد بأننا سنكون أمام تموضع جديد القوات الروسية بما سيغير موازن القوة على المستوى المنطقة لأن احتلال أوكرانيا سيمكن الجيش الروسي من تواجد على الحدود مع الدول التي يتواجد فيها حلف شمال أطلسي تعرفون 650 كم على الحدود مع بولندا سيفقد حلف شمال أطلسي العمق الاستراتيجي على اعتبار أن تواجده على المستوى أوكرانيا تواجد قواعد العسكرية لحلف شمال أطلسي التي تشكي الهدف التوسع نحو الشرق سيصبح هذا العمق الاستراتيجي الذي كان لحلف شمال أطلسي هو المجهر والدول البلطيق بإضافة إلى بولندا سيكون الجيش الروسي متواجدا بشكل محادي مع الخطوط الأمامية لحلف شمال أطلسي أوكرانيا بلاروسيا وجزيرة القرن تماما بطبيعة الحال سيؤثر على خطة انتشار حلف شمال الأطلسي وهذا ما يقلق الدول الكبرى على المستوى أوروبا على اعتبار أن هذه الدول باللغة العسكرية واللغة الحربية ستصبح في المدى العمق الاستراتيجي للجيش الروسي بمعنى ستصبح أهداف سهلة جدا في حالة نشوب الحرب لذلك أعتقد وكما قلت سابقا أن استراتيجية النظام الروسي هو إعادة هذه المنطقة إلى دائرة استراتيجية لدولة الالتحادية بمعنى العودة إلى معهدة 1991 وإعادة النقاش حول هذه المعاهدة بمعنى استعادة هذه المنطقة التي فقدتها الدولة الالتحادية ترجمة نانسي قنقر